في هذه الحلقة لدينا عدد من المواضيع المهمة حيث سنتعرف إلى قاعدة ذهبية تعتبر من أهم قواعد علم التجويد وأيضا سنناقش موضوع التكلف في تلاوة القرآن العظيم فهل التكلف في التلاوة أمر مطلوب أم مذموم؟ وما معنى التعسف في القراءة؟ لتعرفوا التفاصيل تفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد لازلنا معكم إخوة الكرام في باب التجويد من منظومة المقدمة الجزرية حيث قال الناظم رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه إذن كان هذا تذكير سريع بهذا الباب المهم من منظومة المقدمة الجزرية الآن وصلنا إخواني الكرام إلى هذا البيت قال الناظم رحمه الله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله تكلمنا في اللقاء الماضي عن أصل الحرف وقلنا بأن أصل الحرف هو مخرجه الذي يخرج منه فرد كل واحد لأصله يعني رد كل حرف إلى مخرجه الذي يخرج منه فلا يصح أن نخرج حرفا معين من غير مخرجه كذلك لا يصح أن نخلط مخرج حرف معين بمخرج حرف آخر بل لا بد أن نخرج كل حرف من مخرجه فهذا معنى ورد كل واحد لأصله نأتي الآن إلى القاعدة الذهبية واللفظ في نظيره كمثله فهذه القاعدة من أهم قواعد علم التجويد لتعلقها بكل أبحاثه وخلاصتها إذا لفظ القارئ بحرف ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول حتى تكون التلاوة على نسق واحد وهو ما يسمى اليوم في الدراسات الأكاديمية توحيد المنهج الدراسات الأكاديمية إخواني يعني الدراسات الجامعية فاللفظ في نظيره كمثله هذا الكلام إخواني الكرام من أعظم الكلام ومن الكلام الغالي والعالي لماذا؟ لأنها من جوامع الكلم واللفظ في نظيره الضمير هنا يعود إلى الحرف أي واللفظ في نظير الحرف كمثله فهذا أمر يجب علينا أن ننتبه له فأحيانا قارئ يقرأ القرآن فيمر معه مد منفصل فيمده أربع حركات بعد قليل يمر معه مد منفصل آخر فيمده حركتين فيقول مثلا هكذا لاحظتم إخواني الكرام فيجب علينا أن نمد بالثاني كما مددنا بالأول فيجب علينا أن نقول هكذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا لاحظتم إخواني الكرام لماذا؟ لأن اللفظ في نظيره كمثله مثال آخر وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لاحظتم إخواني؟ هنا عندنا مد واجب متصل وهنا عندنا مد واجب متصل فكما مددنا بالأول يجب أن نمد بالثاني ولا يصح أن نجعل المد في هاتين الكلمتين متفاوتا لماذا؟ مرة أخرى لأن اللفظ في نظيره كمثله فهذه القاعدة هامة جدا علينا إخواني أن نطبقها دائما في قراءتنا مثلا قلقلنا حرفا معينا وبعد قليل مر معنا حرف آخر فعلينا أن نقلق له تماما كما قلقلنا الأول نقرأ ويمر معنا غنى فيجب أن تكون الغنى المتماثلة متساوية الطول ولا يصح أبدا أن نترك واحدة مثلا أو نطول واحدة على الأخرى بل نعطي كل غنة حقها من الزمن عملا بقاعدة واللفظ في نظيره كمثله ثم قال الناظم مكملا مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي فهذه الكلمة إخواني وردت إلينا بالفتح مكملا ووردت إلينا أيضا بالكسر مكملا فأما مكملا فهي حالة كون الحرف مكملا فهي حال للحرف أو مكملا أي القارئ حال من القارئ أي القارئ حالة كونه مكملا الحرف معطيا إياه صفاته كاملة وليس بعض صفاته فالقارئ إخواني عندما ينطق بالحرف عليه أن يخرجه من مخرجه وأن يعطيه كامل حقوقه من الصفات وكذلك من مستحق الصفات ولا يصح أن يهمل بعض صفات الحرف إذن مكملا مكملا من غير ما تكلفي ما هنا زائدة للتوكيد فمن غير ما تكلفي يعني من غير تكلف الآن لاحظتم في هذا البيت وردت كلمة التكلف ووردت كلمة اللطف في النطق ووردت كلمة التعصف فما هو الفرق بين هذه المصطلحات فأولا إخواني التكلف فهو المشقة في القراءة التكلف يعني يوجد مشقة في القراءة أما اللطف فهو الرفق في القراءة وأما التعصف فهو التفريط التفريط في القراءة فهذا هو الفرق بين هذه المصطلحات المطلوب من القراءة إخواني الكرام أن تكون قراءته لطيفة سهلة لا إفراط ولا تفريط بدون تكلف وبدون تعصف أما بالنسبة للتكلف فهذا المصطلح فيه تفصيل يعني إخواني الكرام لما يتكلف الإنسان في تلاوته هل هذا معيب؟ هل هو عيب أن يتكلف الإنسان في القراءة؟ ففي هذا المبحث إخواني الكرام نميز بين حالتين من التكلف النوع الأول من التكلف إخواني هو مطلوب وهو محاكاة نطق العربي في زمن النبوة وأما النوع الثاني من التكلف فهو التصنع الممجوج في السمع لخروجه عن الحد ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا يجب أن لا نأخذ كلام إمامنا الجزري على ظاهره فعندما قال من غير ما تكلفي يعني ليس من غير تكلف بالمرة وإنما من غير تكلف مخرجا للحرف عن جماله أما أن نتكلف لننطق الحرف كما نطقه العرب في زمن النبوة فهذا لا بد منه وكلنا يفعله فإخوتي الكرام نحن هنا في القرن الواحد والعشرين إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون يعني ما فينا عربي أصيل أبدا عربي قح لا يوجد العرب الأقحاح ماتوا من زمان ونحن إخواني عندما نقرأ القرآن نقلدهم ونحاكي قراءتهم ونتصنع وهذا التصنع مطلوب وليس مذموما فمثلا بعض الشعوب المسلمة غير العربية قد يوجد بعض الحروف العربية ليس موجودا في لغته فهو بهذه الحالة يجب أن يتكلف لإخراج ذلك الحرف فمثلا بعض اللغات ليس فيها حرف الحاء فلنطق الحاء لا بد أن يتكلف الإنسان أو مثلا حرف عين وقيس عليها بقية الحروف فهذا النوع من التكلف لا بد منهم إذن إخواني لا يفهم من قول إمامنا الجزري من غير ما تكلف يعني ترك التكلف بالكلية بل كما رأينا هناك تكلف مطلوب وهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة أما التكلف المذموم فهو التنطع في القراءة وهو الذي يجعل الإنسان يمل القراءة وهذا ما سنراه بعد قليل في قول إمامنا الجزري رحمه الله في كتابه النشر قال الإمام بن الجزري رحمه الله في كتابه النشر مبينا أنواع التكلف المذموم الذي يجعل الإنسان يمل القراءة قال ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فمي المحسن فالأمر إخواني الكرام كله رياضة وتكرار حتى يتعود الفم على الوضع الجديد الذي لم يكن معتدا عليه فإخواني عندما الإنسان يتعلم التجويد فينتقل من حال إلى حال يعني يكون جهاز النطق في حال وينتقل إلى حال أخرى فحتى يعتاد الفم على الوضع الجديد فلابد له من الرياضة والتكرار قال والتكرار على اللفظ المتلقى من فمي المحسن الفمي المحسن يعني الشخص من فمي الشخصي المحسني والمتقني للتلاوة ثم ماذا قال قال فليس التجويد بتنضيغ اللسان التنضيغ مأخوذة من المضغة فالبعض يظن بأنه إذا علك لسانه وكأنه يعلق أو يمضغ لقمة وكأنه صار مجودا والأمر ليس كذلك يعني البعض يقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان هكذا نحظتم فهذا التنضيغ لا يصح الأمر ليس كذلك إخواني الأمر أبسط وأسهل إذن فليس التجويد بتنضيغ اللسان ولا بتقعير الفم يعني كأنه يتكلم من قعر فمه فتجد البعض يقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان هكذا هذا أيضا لا يصح ولا بتعويج الفك نجد كثيرا نلاحظ الذين يقرؤون نجد الفك السفلي يجيء ويذهب يقول هكذا أعوذ بالله لا حظتم إخواني فهذا أيضا لا يصح إذن ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت كيف يكون ترعيد الصوت إخواني يكون بترجيفه يرجف صوته ظنا أنه يجود فتجد البعض يقرأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان فهذا الإنسان يعني الذي يرجف صوته هكذا يعني يتصنع الخشوع طبعا إن كان هذا يعني تأثرا حقيقيا بالآيات التي يقرأها وبالمعاني التي يمر عليها فهذا لا حرج فيه أبدا هذا يعني رد فعل طبيعي أما أن يتصنع الإنسان الخشوع والخضوع فهذا أيضا لا يصح إذن ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد تنطيط الشد يعني القارئ تجده يبطئ القراءة يبطئ القراءة حتى يعني يبدو كأنه فك الإضغام هذا عند الحرف المشدد يعني مثلا يقرأ هكذا الرحمن لاحظوا الرحمن فهذا التبطئ في القراءة أدى إلى الفصل بين الحروف وهذا لا يصح إذن ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد فالبعض إخواني للأسف يقومون بتقطيع المد كما يفعلون في الغناء يعني تجد البعض يقول هكذا أتحاجوني لاحظتم إخواني فكل هزة من هذه الهزات بواو فكأنه نطق ووات كثيرة وهو يحسب أنه يجمل قراءته بل هي واو واحدة إخواني الكرام واو واحدة صوتها منطوط هكذا أتحاجوني إذن ولا بتقطيع المد ثم قال ولا بتطنين الغنات فالأمر إخواني في الغنان يعادل تقطيع المد تطنين الغنات يعني مثله مثل تقطيع المد كما مر معنا قبل قليل فإخواني الأصوات المنطوطة في تلاوة القرآن الكريم هي المدود والغنان فنهى إمامنا الجزري رحمه الله نهى عن تقطيع الصوت في الغنات طبعا هذا الأمر أمر التطنين الغنات هذا أمر محمود جدا عند أهل الغنان ويسمونه العرب فيقولون مثلا فلان لما يغني يأتي بالعرب يعني يستطيع أن يهز صوته ويقطعه في الغنة سواء كانت مثلا في نون مشددة أو ميم مشددة أو في إضغام أو في إخفاء ولكن هذا الأمر إخواني في القرآن الكريم لا يصحه وقد نهى الأئمة عن ذلك فلا يصح للقارئ أن يقطع صوت الغنة بل يجب أن ينطقها بمستوى واحد من الصوت يعني نقرأ هكذا من الجنة والناس فكما بدأنا إخواني يعني بدأنا من هذه الطبقة نبقى في نفس الطبقة حتى نخرج من الحرف ولا يصح أن نقولها كذا من الجنة والناس فهذه يعني هذه الهزهزة وهذا الترخيص في الصوت وهذا التقطع هذا لا يصح إذن يجب أن نقرأ كما ذكرنا قبل قليل من الجنة والناس ثم ماذا قال رحمه الله قال ولا بحصرمة الراءات إخواني الحصرمة مشتقة من الحصر يعني حصر فلان الشيء أي جعله محصورا وحصرمة الراءات تعني جعلها ضيقة المخرج جدا حتى يكاد ينقطع صوتها تذكرون إخواني الكرام عندما درسنا مخرج الراء وعندما تكلمنا عن البينية قلنا يوجد فجوة يمر منها جزء الصوت في الراء هذه الفجوة التي لو لاها لن قفل مخرج الراء وأدى هذا إلى قطع صوتها وحدوث التكرير فتجد البعض يقرأ هكذا هذه الحصرمة أو مثلها لكم يقولون مثلا أطضح من الطحيم هل لاحظوا بإخواني الكرام أطضح من الطحيم فالقارئ لما ينطق بالراء يحصل مخرجها جدا يحصل المخرجة بشكل كبير فهذا يؤدي إلى ما يسمى بالحصرمة إذن يجب أن نقرأ هكذا الرحمن الرحيم بهذا الشكل إذن فليس التجويد بتنضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع بل القراءة السهلة العذبة الحلوة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء انتهى كلامه رحمه الله إذن يا إخوتي هذه القواعد المهمة جدا التي وضعها لنا إمامنا الجزري رحمه الله حقيقة تكتب بماء الذهب فمن أراد أن تكون تلاوته لطيفة عذبة سهلة فعليه أن يتجنب هذه الأشياء التي نبه إليها إمامنا الجزري رحمه الله في اللقاء القادم إن شاء الله نتابع معكم إخواني الكرام شرحنا لهذا الباب المهم من منظومة المقدمة الجزرية والحمد لله رب العالمين